بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلبة الصف الثاني عشر الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس المصور من دروس العقيدة الإسلامية ودرسنا اليوم هو موقف الإسلام من السحر الجزء الثاني أبنائي هل أنتم مستعدون؟ تعالوا بنا أبنائي الأعزاء نتعرف أهداف درسنا لهذا اليوم وأهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن يستنتج خطر السحر على الفرض والمجتمع والهدف الثاني أن يبين منهج الإسلام في الوقاية من السحر دعونا أبنائي قبل أن ندخل في تحقيق أهدافنا أن نستذكر ما درسناه في الجزء الأول من هذا الدرس كنا أبنائي تناولنا تعريف السحر وقلنا أن السحر هو عقد ورقى وكلام يتكلم به فاعله أو يكتبه أو يعمل به شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله ثم تناولنا أبناء الكرام العلاقة بين السحر والشرك وقلنا أن هذه العلاقة تظهر في جانبين الجانب الأول تعلق الصحرة بالشياطين والتقرب إليهم بالطاعات وصرف شيء من العبادة لهم والجانب الثاني إدعاء الساحر علم الغيب ومشاركة الله تعالى في ذلك ثم تناولنا أبناء الكرام الحكمة الشرعية للسحر وقلنا أبنائي أن الحكمة الشرعية للسحر حرام وكبيرة من الكبائر أيا بنا أبنائي إلى تحقيق أهدافنا والهدف الأول أن يستنتج الطالب خطر السحر على الفرض والمجتمع أبنائي الكرام للسحر آثار خطيرة على الفرض والمجتمع منها الخطر الأول فساد الاعتقاد فساد الاعتقاد وضعف التوكل على الله تعالى عدد معي الآثار الخطيرة للسحر على الفرض والمجتمع قلنا الأثر الخطير الأول فساد الاعتقاد وضعف التوكل على الله تعالى والثاني التعلق بالخرافات التعلق بالخرافات والبعد عن الإيجابية والأخذ بالأسباب الأمر الثالث تفكك الأسر وإحداث الخلاف والفرقة بين الزوجين الأمر الرابع إضاعة المال وذلك بدفعه للسحرة فالآثار الخطيرة للسحر على الفرض والمجتمع أربع آثار نجملها في أولا فساد الاعتقاد وضعف التوكل على الله تعالى والأمر الثاني التعلق بالخرافات والبعد عن الإيجابية والأخذ بالأسباب الأمر الثالث تفكك الأسر وإحداث الخلاف والفرقة بين الزوجين والأمر الرابع إضاعة المال وذلك بدفعه للسحرة تعالوا أبنائي نمر مرورا على الآثار الأربع الأثر الأول فساد الاعتقاد ما الأثر المترتب على فساد العقيدة على الفرض والمجتمع فساد العقيدة ما المراد بفساد الاعتقاد يظهر فساد الاعتقاد من تعريفنا للعقيدة الصحيحة نر بنا أبنائي في الفصل الأول تعريف العقيدة الإسلامية الصحيحة فما المراد بالعقيدة الإسلامية؟ العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان الجازم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والإيمان بكل ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين هذه هي العقيدة الإسلامية الصحيحة فما الأثر المترتب على فساد العقيدة على الفرض والمجتمع؟ يترتب على ذلك فساد الاعتقاد يترتب على فساد العقيدة ضعف التوكل على الله تعالى فيصير الإنسان لا يتوكل على ربه بل يتوكل على الصحرة والمشعوذين وعلى الدجالين وعلى أصحاب الخرافات من آثار السحر الخطيرة على الفرض والمجتمع التعلق بالخرافات التعلق بالخرافات وهنا قد يأتي سؤال علل من مخاطر السحر على الفرض والمجتمع تعلق الناس بالخرافات التي يبثها السحرة وما أكثر هذه الخرافات التي يبثها السحرة في نفوس ضعاف الإيمان نعم من مخاطر السحر لأنها تعيق الناس عن الإيجابية والفاعلية والأخذ بالأسباب عندما يتعلق الناس بالخرافات التي يبثها السحرة فإنهم يمتنعون عن الإيجابية يمتنعون عن الفاعلية يمتنعون عن الأخذ بالأسباب يمتنعون عن الأخذ بالأسباب فالمؤمن مأمور أن يأخذ بالأسباب المؤمن مأمور أن يأخذ بالأسباب والمؤمن يعلم علم اليقين أن الأمور كلها بيد الله تعالى وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وإن أمره كله له خير ثم نأتي إلى الآثر الثالث من الآثار الخطيرة للسحر على الفرد والمجتمع ألا وهو تفكك الأسر وهنا قد يسأل سائل فيقول السحر يؤدي إلى تفكك الأسر فكيف يحدث ذلك؟ نقول بإشعال نار الفتن بين الزوجين وبين الأقارب وبين الجيران مما يؤدي أبنائي إلى حدوث الخلاف والخصام بين الزوجين وبين الأقارب وبين الجيران كل ذلك بسبب السحر فإنه يؤدي إلى تفكك الأسر من الآثار الخطيرة أيضا أبنائي السحر على الفرد والمجتمع إضاعة المال إضاعة المال كيف يحدث ذلك؟ وضح ذلك عندما يدفع هذا المال للسحرة مقابل لا شيء مقابل خرافات وشعوذة ودجل ويكفي معصية المولى عز وجل الذي يذهب إلى السحرة ويصدقهم بما يقولون فكتكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نأتي أبنائي إلى التقويم من أجل التعلم السؤال الثالث اذكر ثلاثة من آثار السحر على الفرد والمجتمع الأثر الأول نعم انتبه أبنائي تناولناها الأثر الأول فساد الاعتقاد وضعف التوكل على الله تعالى أحسنتم بارك الله فيكم الأثر الثاني من يذكر؟ نعم تعلق الإنسان بالخرافات التي يبثها السحرة مما يعيقه عن الإيجابية والفاعلية والأخذ بالأسباب إذاكم الله خيرا من يذكر الأثر السالس؟ أبنائي الأبطال نعم إضاعة المال وذلك بدفعه للسحرة جزاكم الله خير الجزاء تنتقل أبنائي إلى تحقيق هدفنا الثاني والهدف الثاني هو أن يبين الطالب منهج الإسلام في الوقاية من السحر مرة ثانية أن يبين الطالب منهج الإسلام في الوقاية من السحر أي أن الإسلام له منهج يقي البشرية من السحر فما هي الإجراءات التي انتهجها الإسلام للوقاية من السحر؟ وهنا سؤال جيد ما الإجراءات التي انتهجها الإسلام للوقاية من السحر؟ انتبهوا أبنائي الإجراء الأول ترسيخ الإيمان بالقدر وأن النفع والضر بيد الله تعالى العقيدة الصحيحة الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ويعلم علم اليقين أن النفع والضر بيد الله تعالى الإجراء الثاني أبنائي الكرام الحث على اللجوء إلى الله تعالى والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب الحث على اللجوء إلى الله تعالى والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب والإجراء الثالث أبنائي الدعوة إلى تحصين النفس من الشياطين بقراءة القرآن الكريم والأذكار المأثورة والرقية الشرعية فيقن الإنسان دائما وأبدا لاجئا ومتوكلا على الله عز وجل آخذا بالأسباب مؤمنا بالقدر محصنا نفسه من الشياطين بقراءة القرآن الكريم والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والرقية الشرعية أيضا أبنائي من الإجراءات التي انتهجها الإسلام للوقاية من السحر التوعية بخطر السحر وإتيان السحرة من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية وهنا يأتي دور المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة سواء مؤسسات دينية أو تعليمية أو ثقافية يجب أن يقوموا بدورهم في ماذا؟ التوعية بخطر السحر وأضرار السحر ومخاطره سواء على الفرد أو على المجتمع فالتوعية بخطر السحر من الإجراءات التي وضعها الإسلام للوقاية من السحر وانتهجها الإسلام للوقاية من السحر الإجراء الخامس أبناء الكرام هو معاقبة الدولة لمن يعمل بالسحر وذلك لماذا؟ حفظاً للأمن المجتمعي وهنا يأتي دور الدولة هو معاقبة من يعمل بالسحر حفظاً للأمن المجتمعي منهج الإسلام في الوقاية من السحر دعونا أبنائي نطبق ما تناولناه فهماً على الإجراءات التي انتهجها الإسلام للوقاية من السحر وهنا يأتي سؤال علل زيارة الطبيب المتخصص لا تنافي التوكل على الله تعالى الإجابة نعم لأنها من باب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى أي أن الأخذ بالأسباب أسباب التداوي وأسباب الشفاء من الأمراض عندما أذهب إلى الطبيب وأتناول الدواء الذي أمر به الطبيب هل هذا ينافي التوكل على المولى عز وجل؟ لا ينافي التوكل على المولى عز وجل لماذا؟ لأن هذا من باب الأخذ بالأسباب والمسلم مأمور بالأخذ بالأسباب هنا يأتي سؤال آخر تطبيقاً على فهمنا للإجراءات التي انتهجها الإسلام للوقاية من السحر ما الدور الذي يقع على المؤسسات الدينية والتعليمية في الوقاية من السحر ما هو الدور هذا؟ الدور هو التوعية بخطر السحر وإتيان السحر والعرافين التوعية بخطر السحر وإتيان السحرة والعرافين هنا يأتي سؤال آخر كيف تحمي الدولة المجتمع من خطر السحر؟ كيف تحمي الدولة المجتمع من خطر السحر؟ بمعاقبة من يعمل بالسحر هذا هو دور الدولة معاقبة وضع القوانين صارمة لمعاقبة من يعمل بالسحر ومن يتناول السحر ومن يعلم السحر هذا هو دور الدولة سبل الوقاية من السحر هنا نأتي أبنائي إلى هذا النشاط واستمع جيدا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تقول فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلها رواه النسائي أستنتج من هذا الحديث الشريف إجراء حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتحسين النفس ووقايتها من يستطيع منكم أبنائي أن يستنتج إجراء حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل كان صلى الله عليه وسلم يفعله كل ليلة كما روت أمنا عائشة رضي الله عنها نعم أبنائي استنتجتم أحسنتم بارك الله فيكم المداومة على تحصين النفس بقراءة القرآن الكريم والأذكار المأثورة بارك الله فيكم واجزاكم الله خير الجزاء نأتي أبنائي إلى التقويم من أجل التعلم أسأل الرابع قام منهج الإسلام على الوقاية من السحر من خلال عدة إجراءات أذكر ثلاثة منها الإجراء الأول ترشيخ الإيمان بالقدر وأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى أحسنتم الحث على اللجوء إلى الله تعالى والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب جزاكم الله خيرا الدعوة إلى تحصين النفس بقراءة القرآن الكريم والأذكار المأثورة والرقية الشرعية ختاما أبنائي نأتي إلى الغلق الختامي أذكر اثنين من آثار السحر على الفرض والمجتمع بارك الله فيكم الأثر الأول فساد الاعتقاد وضعف التوكل على الله تعالى والثاني نعم إضاعة المال وذلك بدفعه للسحرة جزيتم خيرا نأتي أبنائي إلى السؤال الثاني قام منهج الإسلام على الوقاية من السحر من خلال عدة إجراءات اكتب ثلاثة منها ترصيخ الإيمان بالقدر وأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا الأمر الثاني الحث على اللجوء إلى الله تعالى والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب الأمر الثالث أحسنتم الدعوة إلى تحصين النفس بقراءة القرآن الكريم والأذكار المأثورة والرقية الشرعية جزاكم الله خيرا شكرا لكم أبنائي لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته